الصور المفزعة والعبارات المنفرة على علب السجائر لا تخيف المدخنين ولا يلتفتون إليها أما إذا كان الأمر يتعلق بصغار السن فإن هذا الشيء لا يعنيهم على الإطلاق هذا ما خلصت إليه الدراسة التي أجرتها جامعة ستيلينغ في المملكة المتحدة الدراسة شملت 2800 طفل تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 عاماً من بين هؤلاء كان عشر فقط يدخنون وأكدت الدراسة أنه خلال السنوات الخمس الماضية ظلت معدلات الإقلاع عن التدخين تتراوح بين 11 و 13% ما يعني أن وضع صور التحذير على علب السجائر لم يكن لها أي تأثير على صغار السن ألزمت السلطات هنا في بريطانيا الشركات المصنعة للدخان بوضع هذه الصور المؤلمة على علب السجائر وبعد مرور خمس سنوات من هذا القرار أثبتت الدراسة أنه ليس له تأثير ملموس على الإقلاع عن التدخين خاصة بين الشباب سلط السن لهم رأي آخر في كيفية إقناعهم بالإقلاع عن التدخين يتعين على من يرغبون في التشجيع على الإقلاع عن التدخين أن يجد وسائل أخرى مثل برامج التلفزيون والوثائقيات أما بالنسبة لصغار السن فيجب زيارة الطلاب في المدارس والحديث معهم بصورة مباشرة وأوصى من أجر الدراسة بضرورة تغيير الصور المنفرة التي توضع على علب السجائر وعدم الاقتصال على وضع نفس الصور ونفس العبارات لمدة طويلة هذه المدة وصلت في بريطانيا مثلا حتى الآن إلى خمس سنوات محمد طه بي بي سي من لندن ترجمة نانسي قنقر